اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة والمتألقة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء هذا البرنامج نقدمه ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نسعى من خلال هذا البرنامج أن نفتح أبواب التواصل معكم مستمعين اللي عنده ملاحظة اقتراح يعني شو ما كان عنده ممكن نحن نستقبله من خلال هذا البرنامج ونوصله مع المسؤولين أيضا في هذا البرنامج نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية فحياكم الله معنا في هذه الحلقة اللي نتمنى أن تكون إن شاء الله حلقة مميزة مع بداية هذا الأسبوع المميز المليء إن شاء الله بالإنجازات المليء بالتفاؤل المليء بالإيجابية نبتدي معاكم حلقتنا اليوم ومثل ما عودناكم بسلسلة من أهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف المحلية والعالمية وأيضا ما ننسى نقولكم أن اليوم كذلك مثل ما أنتم تعودين مع شراقة هذا الصباح أنتم على موعد مع ملحق البيان الصحي اللي يصدر صباح كل يوم أحد بالتعاون بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان عموما أول محطاتنا الإخبارية مؤسسات المجتمع تتفاعل مع كون الأول في التبرع بالدم تفاصيل خبر تفاعلت مؤسسات المجتمع وأفرادها مع حملة التبرع بالدم التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي الأحد الماضي تحت عنوان كون الأول في التبرع بالدم والتي يروج لها عالميا أو يروج لها عالميا نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو بهدف تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم وتحقيق أعلى وفرة ممكنة من الدم المخصص لإنقاذ أرواح المصابين والمرضى والخاضعين للعمليات الجراحية المختلفة وأظهرت التقارير الأولية لمركز دبي للتبرع بالدم تفاعل مجموعة من الشركات والمؤسسات مع الحملة وضمت القائمة هيئة كهرباء ومياه دبي بنك أبوظبي الإسلامي شركة دبي الأولى مستشفى المركز الوطني للإعلام وشرف للتجزئة الوصل للعقارات ومدرسة الضيافة وشملت الحملة أيضا في سبوعها الأول مناطق المنخول قرهود الاكسيص مدينة دبي الانترنت الورسان المجمع الاستثماري وبرجمان الجدير بالذكر مستمعين أن معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي أطلق الحملة بحضور إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرعاية لرعاية الشباب ورياضة وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وخليفة بن دراين مدير التنفيذي لمؤسسة دبي للخدمات الإسعافية وأيضا استهل متبرعا بالدم وذلك بعد المؤتمر الصحفي العقد لتدشين هذه الحملة مستشفى حتى يكافح البدانة بين طلبة المدارس ضمن مساعيه الرامية لمكافحة السمنة بين طلبة المدارس وتحديدا بين صفوف الطلاب من السادس إلى الثاني عشر أطلق قسم التثقيف الصحي والتغذية في مستشفى حتى تحملة توعوية بدأت في مدرسة الظهرة للبنات وشملت فحوصا شاملة تضمنت فحص هرمون الغدى الدرقية وفحص كتلة الجسم وتم اكتشاف 48 طالبة يعانين من زيادة الوزن طبعا الهيئة وضعت برامج غذائية من قبل قسم تغذية للطالبات مع النظام للمتابعة الدورية فيما تم تحويل الطالبات التي تبين أن لديهم أمراض تسبب السمنة كالغدى إلى الأطباء المختصين عموما من بين الأخبار هذه دراسة بريطانية توصلت إلى أن أدمغتنا يمكن أن تعمل بنفس طريقة البريد الإلكتروني بأرشفة الأفكار العرضية في مجلد سلة المهملات بالجهاز العصبي ونسيان الذكريات يمكن أن يكون نتيجة لعملية حذف فعلية وليس الإخفاق في التذكر يعني المخ عندنا في هذه السلة هذه تسحب المؤشر شيء وعنقف الزبالة تنسك لشيء اللي أنت تبغي تنسها طبعا هذه الدراسة تشير نتائجها إلى طرق جديدة لمعالجة فقدان الذاكرة المتعلقة بحالات مرضية مثل الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى كما يمكن أن تساعد الدراسة التي أجريت على فئران المختبر العلماء في فهم سبب بعض الذكريات الطويلة غير مرغوب بها مثل تلك التي تبقى لدى أشخاص يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة يشاري إلى أن الذكريات تحفظ بواسطة إشارات كيميائية بين خلايا المخ التي تعتمد على مستقبلات متخصصة تسمى مستقبلات أنبأ وكلما زادت هذه المستقبلات على السطحة التي تتصل به خلايا المخ زادت قوة الذاكرة طيب أنا كنت لابس نظارة وعقيتها لماذا عشان أقرأ هذا الخبر يقول نظارات تعالج الفوبيا بالمواجهة يسعى الأطباء في ألمانيا لعلاج حالات الفوبيا أو الخوف المرضي بيجعل المرضى يواجهون مخاوفهم بشكل مباشر دون مخاطر عن طريق العالم الافتراضي يقول الطبيب يوسف شيبان وهو خصائف الطب النفسي في المستشفى الجامعي في مدينة فورتسبورغ الألمانية أن الهدف من هذا العلاج هو جعل المريض يصل إلى أقصى مراحل الخوف لأطول فترة ممكنة ما يساعد على تراجع حدة الخوف وبعد ذلك يدخل العلاج في طور آخر استمدت تقنية علاج الخوف المرضي بواسطة العالم الافتراضي من صناعة ألعاب الكمبيوتر وتم تطويرها حيث يشعر أغلب المرضى بأن العالم الافتراضي كأنه واقعي وأن يشاهد المرضى مواقف مخيفة فعلا إذ يرتدي المريض نظارة مدمجة بها شاشة عرض يعني الفكرة كلها أن يلبس هاي النظارة يحطوا له واحد يخاف من الأماكن المرتفعة يحطوا له مشاهد شذا بعالم افتراضي أنه واقف فوق سفح يبل ولا فوق بناية ولا شو ما كان ويعطونا هذه الصدمة بس هو يعني أعتقد علاجة ياخذ فترة لأن أحيانا كنت تخاف من شيء المسألة تكون يعني محتاجة مواجهة هذا الخوف خاصة اللي يخافون من الصراصير اللي يخافون من الحشرات هذه الأ يعني يحتاجون وقفة مع النفس عشان يواجهون مثل هذا الخوف المرضي لأن بالفعل أحيانا شو اللي يصير معاك يصير أن كنت تشوف حشرة على عنكبوتة على الإدار ولا شيء تحس أن هذه العنكبوتة تمشي على جسمك هذه صورة انطباعية تتكون في المخ و تعطيك هذا الانطباع فهي المعالجة تتم عن طريق الصور الانطباعية هذه كيف أنك أنت تخلق صورة انطباعية جيدة تقهر بها هذا الخوف والمخ يعني قادر على قهر الكثير من المصاعب الكثير من الأمور ليش؟ لأن بأمانة الواحد إذا بيفكر دائما في شغل أن يقدر يسويها رح يسويها إن شاء الله بإذن الله تعالى لأن التفكير الإيجابي قادر على زرع الإنجاز زرع ثقافة الإنجاز والعطاء داخل نفس البشرية وبالتالي هذا الموضوع ينعكس على المجتمع كامل فاصل فاصل توعوي أول شي ناخذه أيمن إذا عندك شي جاهز ونطلع بعد الفاصل التجاري في شي جاهز ولا؟ خلص اطلع الفاصل التجاري مو مشكلة ونرجع بعد الفاصل التجاري ناخذ الفاصل التوعوي فاصل مستمعين ونرجع لكم أن موضوع مهم ما نتكلم عن برنامج دعم مرضى الثلاثيمية مع ضيفنا في السوديو سالم بنلاحج رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع أبقوا معنا صحة وسعادة ماشاء الله عليك يا سعيد رح تتفرعت بدمك وأنا بشكرك أنك شاركت بحماس بحملة تكون الأول من هيئة الصحة بدبي بالنسبة للرجال بإمكانهم التبرع بالدم خمس مرات بالسنة والنساء فيهم يتبرعوا لحد أربع مرات والجسم بيحتاج بس لأسبوعين لتعويض الكريات الحمر ويومين لتعويض البلازمة وساعات فقط للتعويض الصفائح الدموية ولازم خبرك كم معلومة مهمة سعيد لتعرف أهمية التبرع بالدم أولاً ما في بديل عن الدم البشري في الطب ثانياً في أكثر من 234 مليون عملية جراحية الرئيسية بتحتاج للدم السنوية وحسب منظمة الصحة العالمية كل سنة بتم جمع 108 ملايين وحدة الدم المشكلة أنه صلاحية وحدات الدم أصيرة كتير في الخلايا الحمراء ممكن تخزينها لحد 42 يوم بس والصفائح الدموية لخمسة أيام فقط فيا سعيد المطلوب مننا أنه يكون في ناس متطوعين وعن يتبرعوا بدمهم بشكل دوري ويسهموا بإنقاص حياة المرضى كل ثلاث ثواني في شخص بحاجة لنقل الدم بالعالم وله السبب أنا بشكرك يا سعيد وبشكر كل اللي رح يتبرعوا بدمهم وعساكم دوم بصحة وسعادة وعساكم دوم بصحة وسعادة وحياكم الله معنا مرة ثانية مستمعين الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي مستمعين يعني حملة تبرع بالدم ما تزال مستمرة أيضا أبواب مركز دبي للتبرع بالدم المتواجد في حرم مستشفى لطيفة مفتوحة لكم من الساعة السابعة والنصف وحتى السابع مساء اللي يحب يتوجه ويتبرع لأنه مثل ما سمعته في هذا الفاصل التوعوي أهمية التبرع بالدم وفوائده وأيضا الحاجة الملحة دائما التي تتطلب متبرعين دائمين قبل الفاصل وعدناكم أن من صديف معنا من أستاذ سالم باللاحج رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع وما نتحدث عن برنامج دعم مرضى الثلاسيمية الثلاسيمية هو مرض وراثي ينتقل من الآباء إلى الأبناء يصيب الدم بحيث يصبح الجسم غير قادر على تصنيع الهيموغلوبين الطبيعي بحيث يستطيع القيام بوظيفته بالشكل الطبيعي كنقل الأكسجين والمواد الغذائية للخلايا والتخلص من الفضلات وثاني أكسيديو الكربون مما يؤثر سلبا على وظائف الأعضاء الأخرى أيضا يسمونه فقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط قلنا هذا المرض ينتج عن خلل الجينات ويسبب فقر دم مزمن قد يؤدي إلى الوفاء عند المصابين فالفكرة مالت أنه يؤثر في صنع الدم طبعا مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع بهيث الصحة في دبي أطلق مطلع الشهر الجاري بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر خدمة تقديم الأدوية شبه المجانية لمرضى الثلاسمية في عدد من إمارات الدولة وذلك ضمن برنامج مساندة الهدف لتقديم الدعم للحالات المرضية المختلفة وفقا لعدد من الضوابط والشروط والأحقية للاستفادة من البرنامج سسالم حياك الله معنا طبعا أنتوا في هذا المكتب دائما ما تتحفون حقيقة بالعديد من البرامج الإنسانية الآن نحن نبغي نتكلم عن هذه الخدمة الجديدة اللي أطلقتوها مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر أنا ذكرت فكرة عامة عن الخدمة لكن أبغي التفاصيل منك شو الهدف من هذه الخدمة السلام عليكم ورحمة الله أخوي محمود يعني في البداية احنا نشكر البرنامج طبعا في استضافتنا في أكثر من مرة لإلقاء الضوء على برامج المكتب والبرامج الدعمة للمرضى يعني ففكرتنا احنا هاي المرة اللي هي برنامج دعم مرضى تلاسيمية طبعا ينقسم لبرنامج دعم أدوية وبرنامج بعض التجهيزات أو الأجهزة الطبية لثنقيات الدم ومتابعة الحديد في الدم والأشياء هذه ففي المرحلة هذه احنا مع شؤون القصر مؤسسة اللي وقافة شؤون القصر اتفقنا على أن احنا ندعم مرضى تلاسيمية ببعض الأدوية المتوفرة في الدولة بس تعتبر من الأدوية المرتفعة سعرها بسبب أنها أمراض مزمنة ولها استمرارية فلها أولوية أن تكون متواجدة للمرضى هذه فنحن أي خدمة نقدمها من خلال المكتب تكون من منطلق حاجة المريضة اليومية فنحن نحاول نتواصل للمرضى من خلال الدكاترة ومن خلال هذا ونقيم حاجتهم نقول نحن النفسية والاجتماعية والفسيولوجية لدعمهم فيها كم نسبة الدعم من قيمة الأدوية؟ هل أنت تعطوهم الأدوية كاملة بلاش ولا في نسب معينة؟ طبعا نحن بالنسبة للدوزة أو نقول نحن الأدوية هذه تختلف من مريض لمريض حسب نقول نسبة الحديد في الدم وهذه ففي بعض المرضى ممكن حاجتهم تحتاج أن تتقطيها أمية في أمية حتى من تكلفة العلاج وفي حاجات أن تتقطي جزئية من العلاج هذا فإن حوصلنا أن بعض المرضى يتغطون بجزئية كاملة من تكلفة الدواء نفسيا جميل هي تعتمد على الدراسة التي تقومون فيها لحالة المتقدم للطلب الآن كيف يمكن الاستفادة من هذه الخدمة؟ وما هي قنوات التواصل معكم أخي سالم؟ طبعا نحن البرنامج هذا لما أطلق كل الأطباء اللي هم في المجال هذا على علم به فرحلة المريض شكل ما نقوله نحن من خلال الطبيب بعدما يقيم الحالة واحتياجها للمرض يتم تحويله للبرنامج لتقييم حالته وهناك فيه آلية معينة لتقييم المريض هذا ماديا واجتماعيا ولها أساليب معينة للدراسة والتقييم فيها جميل الآن هل هناك عدد معين من المرضى اللي يستهدفها هذا البرنامج ولا الموضوع عندكم مفتوح؟ لا نحن إن شاء الله في المرحلة الآية نحن نستهدف الوصول لثمانين مريض على مستوى الإمارات في المرحلة الآية نحن بدأنا تقريبا نغطينا يعني بعد اللي غطيناه بحدود أكثر من المية ومية وخمسين ألف درهم لتقريبا ستة عشر أو عشرين مريض وكانت الدفعة الأولى ليمكن شهرين فنعمل استمرارية البرنامج عساسا نحن نقدر نغطي أكبر عدد ممكن من المرضى لأن في بعض المرضى يكلف خلال الشهر أو خلال السنة أكثر من الخمسين أو ستين ألف حسب جرعات الدواء يعني أنا كنت بسألك أول شيء ليش العدد قليل ثمانين مريض عقب اكتشفت أن عملية التبرع لهذا الكامل الكبير أنت تحتاج ميزانية كبيرة لعلاج مثل هؤلاء المرضى فإن شاء الله يا رب حتى المسألة تتوسع بشكل كبير ويدخلون أكبر عدد من المحتاجين لهذا البرنامج الآن كيف يتم تقييم الحالات المستحقة اللي لازم يدخل ضمن هذا البرنامج شو هي الشروط اللي يجب أن تتوفر في هذه الحالات ونحن طبعا نقسم الحالات على أن في أهلية للمستحقين فهنا الحالة أول شيء كأنك أنت لازم تقدم لعلاج كل حال من الأحوال أن يكون العلاج متوفر وثانية هي يعني اللي هي نقول نحن لاحقية أو جاهزية المريض أن يكون تلقي هذا العلاج تلقي العلاج هذا طبعا فيها أمور خاصة نحن يعني العينة أو الشريحة اللي نقابلها معظمهم أطفال يعني في بعض الأسر يكون فيهم أكثر من مريض يعني فطبعا لازم تهيئ الأسرة ومع المريض مع هذا لأن عندك مريض في المجال هذا وأنك أنت موفر الله في المرحلة اللي هي العلاج يعني كحالة نفسية واجتماعية يكون فيه استقرار يعني فهذه كمرحلة أساسية لتقييمه وأنك تكون أنت مجهز العلاج هذا للمريض هذا وإيجاد له برامج دعم له عن طريق المؤسسات الخيرية والمؤسسات الحكومية أساسا أنك أنت تضمن استمرارية تقديم الخدمة هذه لهم يعني دعموما لها طيب أخو سالم أنا أبغي أسأل الآن إذا إذا أنتوا حابين كذلك تدعون بعض الجهات الرسمية أو المؤسسات الربحية كذلك للانضمام لهذه البرامج اللي أنتوا تقدمونا من ضمنها هذا البرنامج الجميل اللي إن شاء الله نتمنى يعني المسألة تتوسع فيها كيف يمكن التواصل معكم في هذا الجانب؟ وطبعا من خلال مكتب الخدمات الإنسانية بهية الصحة يعني التواصل إلى المكتب من خلالنا يعني من خلال مذكرة التفاهم أو استعداد بعض المؤسسات أنها تساهم أو تشارك في المشاريع هذه لأنها هي كلها تعتمد على مساهمة الجمهور ومساهمة المؤسسات والجمعيات الخيرية في الدعم يعني كلها يعني من خلال برامج التبرع يعني أو مساعدات يعني خارجية زين أنواع الخدمات اللي يقدمها المكتب بشكل عام شو هي الخدمات اللي يتقدمونها؟ وطبعا الهدف المكتب أو المكتب دائما يعني حسب نقول إحصائيتنا العام الماضي فالبرامج أو المكتب قدم يعني مختلف البرامج يعني نبدأ بها من الأجهزة الطبية العام الماضي نحن قدرنا نوفر لعدد من المرضى يعني أكثر من 250 ألف درهم وقيمة لأجهزة طبية لمرضى يعني كبار سن أو معاقيين أو يحتاجون أجهزة خاصة يعني مثل الأسرة مثل أجهزة الأكسجين مثل الأجهزة الأكسجين مثل الويلدشيرز أو الكراسي يعني جميل يا سيدي نبغي بعد كذلك نتحدث أيضا عن المواضيع اللي تخص يعني القيم المبالغ المالية التي يتم صرفها خلال السنوات يعني خلال العام الماضي كم قيمة المبالغ المالية اللي تم صرفها كدعم للمرضى وطبعا نحن العام يعني كمجموعة وكاجمالي نحن يعني البرامج اللي تقدمت فوق ال 67 مليون درهم كقيمة للبرامج يعني وتوزعت على شكل ما قلنا على أكثر من 1600 مريض وطبعا نحن في الإمارات أو في يعني تعيش على الأرض هاي أكثر من 220 جنسية تقريبا البرنامج مغطي لغاية الحين أكثر من 43 جنسية يعني وخلال البرامج هذه يعني قدرنا نحن نغطي أكثر من حالة يعني مرضية يعني فيها جميل الآن أريد أن أتحدث عن البرامج اللي تبناها المكتب بالتعاون مع الشركاء اللي استراتيجيين شو هي أمرز البرامج اللي موجودة عندكم نحن مع برنامج لهو مساندة وتقريبا نغطي الأمراض المزمنة الخطيرة المزمنة بشكل ما نقول مثل سرطان الثدي مثل آآ اللي هو التهاب التحسسي أو أو الأزمة آآ الكبد الوبائي آآ عند الاعتلال الشبكية يعني هذه أغلب سرطان الدم فهي المرأة الأمراض اللي هي المزمنة اللي هي تكون آآ مكلفة تقريبا أو أسعارها يعني تبغي لها بجد أو ميزانية كبيرة يعني على التي تتحملها المريض دائما جميل آآ الآن أبغي أتكلم عن هذه الخدمة الجميلة أو الشراكة الجميلة اللي صارت ما بينكم ما بين مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في تقديم هذه الأدوية الشبهة المجانية لمرضى الثلاثيمية شو ممكن آآ نتحدث عن هذه الشراكة مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر طبعا هم الأوقاف وشؤون القصر عندهم يعني المصارف الوقف عندهم فمن ضمن مصارف الوقف عندهم مصرف الصحة طبعا بالتعاون إياهم خلال السنوات الماضية العام هو برنامج الأوقاف وشؤون القصر غطى تقريبا مرضى سرطان الثدي بمساهمة منه السنة مشاركته أو مشاركة الأوقاف وشؤون القصر في نوعين من العلاج اللي هو مرضى السكر ومرضى التلاثيم يعني جميل عنا مداخل أستاذ سالم من الأخ سعيد العواضي ألو سعيد معانا على الهوى سعيد ما أسمع عنه يا جماعة الخير مرحبا سعيد أيمن تسمع أنا ما أسمع ترى إذا في مشكلة على أنا أسمعكم أحين بدنا نسمعك سعيد العواضي كيف حالك طيب يا مرحبا كيف الحال هذا واحد من القاهرية الثلاثيمية جزيلا خير هذا سعيد العواضي سعيد ذكر أنت رئيس ما عليكم جوهد المحبود أنا اليوم مداخلتي بصفتي طبعا المريض الثلاثيمية وعبو من شدارة الربطة الدولية للثلاثيمية يا حياك الله باسم الرابطة طبعا نحن نتقدم بالشكر الجزيل بهيئة صحة دبي متمثلة طبعا بمركز الثلاثيمية وبحكم أني واحد من المستفيدين من الخدمات التي تقدم بصفتي مريض الثلاثيمية يمكن حتى الأستاذ صالم يعرفني الله يسلم طبعا مركز الثلاثيمية والخدمات التي يقدمونها على رأسهم المتبرعين أستاذ يوسف نحن اليوم أنا سمعت برنامجكم كان تشجيع الناس على التبرع بالدم سمعت التقرير اللي كانت في الفاصل الصيغة جدا كانت ممتعة بالنسبة لي وبهاي المناسبة نحن نحب نقدم الشكر الجزيل للمتبرعين بالدم بالنقطة الأولى لأن لو لا الدم نحن ما كانت هناك استمرارية لحياتنا ناهيك طبعا عن الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة من علاج من طاقة تمريض من الأطباء المتخصصين اللي خلتنا اليوم لما نحضر مثلا مؤتمرات خارجية والمشاركات خارجية الحمد لله نتميز عن المرضى الآخرين ما بس في مناطق المجاورة الدول المجاورة لا حتى على المستوى العالمي لنا الحمد لله ممثلين في الرافطة الدولية للخلسينية بحكم اليوم عرفتهم عن حالتهم على قدر ما يعرف الطبيب نفسه عن المرضى المتزوجين واللي عندهم عيال عن المرضات أصبحت اليوم أم لأبناء سليمين هذه كلها إنجازات نحن نفتخر فيها وطبعا متأكد أن هيئة الصحة والقايمين عليها أيضا يفتخرون أن مرضاهم اليوم وصلوا لهالعمر مو بس الهياد سعيد نحن نحن حتى كمجتمع كامل أنا للأمانة يعني مش لأنه كنت اتصالت لكن أنت من النماذج الجميلة التي الواحد يفخر بها أولا بالعكس مداخلة جميلة جدا لأنه لما أتحدث عن شخص قاهر لهذا المرض شخص منتج ومعطي ووصل إلى أعلى المستويات حقيقة محليا وعالميا فنموذج نفخر فيه ونتمنى أن أحيانا كثيرا أن نقول أن مثل هذه النماذج مثل هذه هؤلاء المواطنين اللي يعطون حقيقة نماذج مشرفة للشاب الإماراتي أو المرأة الإماراتية في العطاء مهما كانت الظروف نعم بالضبط هذا الرد شي بسيط للدولة التي ضمتنا ورعتنا ودرستنا حتى صحيا في معظم دول العالم أخي محمود يمكن مرض ثلاثيمية غير مغطاة بشكل كامل من ناحية المادية نحن في الدولة الحمد لله نتمتع بأفضل العلاجات مستحيل يكون في دواء موجود في أي مكان في العالم وغير متوفى في دراسة المرأة وطبعا هي الصحة من ضمن المنظمات الصحية الموجودة في الدولة هناك وزارة الصحة أيضا تعالج مراكز ثلاثيمية غيرها لكن مركز ثلاثيمية في حيات صحة الدبي كان السباق وكان الأول في علاج هذه الفئة من المرضى وشاكر لكم مرة ثانية والله يوفقكم إن شاء الله وتحياتنا للأستاذ تعالى شكرا سيد العواضي على هذه المشاركة سيد أنا ما أدري إذا الفوزيشن يمكن أن تغير هو المدير المالي جمعية الإمارات أو رئيس جمعية الإمارات للثلاثيمية وعضو مجلس إدارتها وأول خريجي يحصل على عضوية رابطة الثلاثيمية العالمية وهو سفير أيضا لمرضى الثلاثيمية فإنجازات كبيرة يعني على هذا المجال أخو سالم أنا المداخلة هذه خذت من وقتنا لكن كان لازم نأخذها ونعطيه حقه لأنه بأمانة اللي يعيش هذا المرض هو أكثر شخص ممكن يوصلنا هذه المعاناة وحقيقة يعني أنا ضم صوتي لصوتك ولصوت أخو سعيد أنه يجب علينا أن نساهم بشكل أو بآخر في حاملات التبرع بالدم وأيضا في المساندة لكل محتاج سواء بالمادة أو حتى بدمنا ساسالم باللاحج مدير أو رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع أنا عادة أنك تقول حق يضيف كلمة أخيرة تبغون توجهونا لكن ما عندي وقت أني أقول لك كلمة أخيرة سامحني عادة سعيدين جدا بهذه الاصطدافة وإن شاء الله ما نلتقي في القريب العاجل في المزيد من المبادرات توصينا على شيء شكرا جزاكم الله خير الله سلم إذن مستمعين فاصل وما نرجع لكم لأن أي من سرحيل يمكن أن أعقب شوي يضربني صحة وسعادة سعادة الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسين دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي يعني كنا نتكلم عن مرضى الثلاسيمية ونتكلم عن هذه المبادرة التي أطلقها مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع بهذه الصحة بدبي لدعم مرضى الثلاسيمية وكانت هذه المداخلة الجميلة من أحد قاهري هذا المرض سعيد العوضي هنا أبغي بس أتطرق إلى مسألة أن تم الإعلان أن نسبة إصابة مواطني إمارة دبي بالثلاسيمية خلال السنوات الثلاث الماضية وصلت صفر بالمئة هذا في تصريح يعني كنا نعرف أن مرضى الثلاسيمية يعني واحد من الأمراض اللي يتغذى على الدم ويصيب الأجنة ويتغذى على الدم من لحظة ظهوره وما يفارق المصابة إلا في حالات محدودة طيب دكتورة خولة بالهول في تصريح لها استشارية أمراض الدم ومديرة مركز الثلاسيمية والأبحاث التابعة لهاية الصحة في دبي أعلنت أن دبي تمكنت من الحد من انتشار المرض حيث طبقت إجراءات بسيطة تمثلت في زيادة حملات التوعية بين طلبة المدارس والجامعات والدوار الحكومية والمراكز التجارية التي تقدمها للمقبلين على الزواج حيث بلغت نسبة الإصابة بالثلاسيمية بين مواطني إمارة دبي صفر بالمئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة في حين ما زالت تسجل هناك بعض الحالات في بعض الإمارات الأخرى نتيجة إصرار البعض على أتمام الزواج رغم العلم أنهم حاملين للجينات المورثة لهذا المرض طبعا أحيانا نحن شو نقول؟ نقول الواحد ما يبغي يقول أن يوقف أمام الحب إن صح التعبير لكن الواحد لازم يفكر في مستقبل أبناء كذلك يعني من هذا الموضوع نروح موضوع جميل موضوع آخر يعني أطلقت من خلال هيئة الصحة بدبي أي خدمة مميزة هي خدمة كبار الشخصيات للتراخيص المهنية الصحية للأفراد وذلك ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات سريعة ومتميزة تلبي احتياجات المتعاملين وتستجيب للنمو والاستثمار المتسارع في إمارة دبي وفي القطاع الصحي في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة ما نتعرف على هذه الخدمة من خلال ضيفتنا في الاستوديو لأستاذة سوزان أحمد استشاري بإدارة التنظيم الصحي بهية الصحة بدبي حياتي الله معانا حياتي الله مرحبتي أنا بطلب منك بس شوية قربي من المايك عشان المستمعين يسمعونك بشكل أفضل خلينا نتكلم عن أهمية هذه الخدمة ودورها في دعم الاستثمار الصحي في إمارة دبي طبعا مثل ما تفضلت أخي محمود بالنسبة للخدمة كانت تماشين مع رؤية الحكومة في التشجيع وجذب الاستثمارات لمدينة دبي ولو نظرنا إلى الأرقام في 2014 كانت أعداد المنشآت الصحية تقريبا 2700 منشآة بينما في 2015 عنا تقريبا زيادة بحدود 200 منشآة صحية حاليا الرقم يتجاوز 2900 منشآة ففي إقبال طبعا خاصة بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد دبي كوجهة عالمية بالضبط للسياحة العلاجية فهذا يزيد الإقبال وبنفس الوقت يزيد العباء والطلبات والتقديم على فتح المنشآت أو على تراخيص الأفراد جميل إذن هي المناخ العام المناخ السائد في إمارة دبي وهي هو مناخ السثماري يعد من الأقوى عالميا وأيضا هذا المناخ السثماري ما نستبعد عنه القطاع الصحي الآن نتحدث عن خدمة خدمة كبار الشخصيات التراخيص المهنية للأفراد الخبرين شوية عن هذه الخدمة شو هي بالضبط وهميتها نحن في الوقت الحالي بالنسبة للأفراد اللي يقدمون على تراخيص لمزاولة المهنة في إمارة دبي بعد تقديم الطلب ياخذ له تقريبا من أسبوعين إلى أربع أسابيع للحصول على مش الترخيص عفوان للنظر في الطلب ومقاراتها الانترفيو الأول يعني الكردينشلينج نسمي الكردينشلينج له التحقيق من أن هذه الأوراق سليمة قبل أنها تكون سليمة تكون مستوفية شروط وهذه الشروط بناء على البي كيو آر اللي هو حاليا صدر باتفاق ما بين هيئة الصحة ووزارة الصحة وحاد هيئة بوظبي بالضبط ففي متطلبات وشروط محددة وتم اعتمادها فالنظر بطلب الأفراد ياخذ تقريبا من أسبوعين إلى أربع أسابيع وهي كفترة زمنية تعتبر بالنسبة لمقارنة ببقية الجهات الحكومية فترة غير طويلة حتى كذلك مقارنة بالدول الأخرى بعد أعتقد بالضبط بالضبط ولكن نحن كتشجيع ومثل ما تفضلت سابقا أن الحياة في دبي حياة دينمكية وسريعة لجذب المستثمرين وتسهيل معاملات المتقدمين لهذه الطلبات فتحنا خدمة كبار الشخصيات وهذه عبارة عن خدمة في خلال خمس أيام عمل من تقديم أو من تواصل العميل معانا وتقديمه للطلب خمس أيام عمل يحصل على الترخيص جميل طبعا في بعض الشروط نحن عندنا في التقييم عندنا تقييمين نوعين فيه التقييم الإلكتروني يعتمد على امتحان برومترك وفيه التقييم اللي هو عبارة عن بانل أو عبارة عن تقييم بأفراد يعني لجنة كاملة لجنة بضط مثل ما تفضلت لجنة فمن الشروط أن يكون مقدم الطلب من ضمن فئات تقديم الامتحان الإلكتروني لأنه إذا خلال الخمس أيام عمل أنت تبغي تعطي إذا كان مقدم من خارج الدولة تبغي تعطي المساحب أن يقدم حتى الامتحان في بلده فإذا كان إلكتروني نحن كمبادرة أولية بيكون للامتحانات الإلكترونية وفيما بعد إن شاء الله بيكون لامتحانات اللي جان جميل إذن هذه كل الشروط والجراءات للحصول على هذه الخدمة طبعا أولا لازم يستوفي كل الشروط مثل ما ذكرت سابقا بناءا عن الـ PQR فيما بعد إذا كان من ضمن الامتحانات الإلكترونية طبعا يجب أن ينجح في الامتحان ومجرد ينجح في الامتحان يقدم لنا تأمين ضد الأخطاء الطبية المالبراكتس إنشورنس ويكون طبعا عنده عرض عمل في منشأة منشأة صحية مرخصة وفي نفس الوقت عندها التخصص اللي هو بيبارسه جميل فإذا استوفى كل هذه الشروط بإذن الله خلال خمس أيام عمل يصدر للترخيص طيب كيف يمكن استفادة مننا هذه الخدمة أو آلية تقديم الطلب هذه وين يروح وين؟ طبعا نحن حددنا أو خصصنا هاتف خاص لهذه الخدمة وبريد إلكتروني للتواصل مع العميل فمجرد يوصلنا بريد إلكتروني يعني رسالة إلكترونية أو على vip.dha.gov.ae سهل يتواصل مع المتقدمين لهذه الطلبات ينشئ لهم باسورد يوزر نيم خاص فيهم ويساعدهم يبعث لهم كل الطلبة للشروط كل الأوراق المطلوبة الشهادات المطلوبة ويقوموا بتعبئة الطلب جميل طيب في حال عدم اجتياز الامتحان للشخص المتقدم للإستفادة من هذه الخدمة نعم كيف يدور ثاني؟ يعني يقدر يعيد الامتحان؟ طبعا نحن عندنا ثلاث محاولات على حسب الـ regulation أو حسب القوانين القوانين المتبعة عندنا في الهيئة من حق المتقدم ثلاث امتحانات ثلاث مرات طبعا بما انه بيدفع الرسوم لهذه الخدمة فعلشان من العدل والانصاف بيكون من تاريخ تقديمة لهذه الخدمة عنده ثلاث شهور يقدم الثلاث مرات يعيد الامتحان لثلاث مرات في حالة ان لا قدر الله ما صادف الحظ وما نجح يعني طبعا عسب الإجراءات المتبعة والقوانين ما يقدر يقدم ما في يقدر يتظلم عليكم أو شي مثل الجامعة نحن احيانا الدكتور يعطينا مثلا درجة ما تعيبنا ولا نحس أنه أخي الكريم هذا الامتحان امتحان عالمي المتحان عالمي مثل التوفل مثل الآيلس مثل بقية الامتحانات يتظلم عندهم يتظلم عندهم ما يتظلم عندنا عموما بشكل عام اختي سوزان نعم الخدمة هذه خدمة جميلة خدمة مميزة لكن مع ذلك نحن نقول أن حتى الخدمات المقدمة هي خدمات ممتازة جدا نعم هذه فقط إضافة إضافة أكثر إضافة نكة اللي حاب يستفيد أكثر بخدمات يعني مثل ما تعودنا نحن امارة دبي هي تقدم دائما خدماتها بأعلى المستويات ولها يعني بعض الرسوم الخاصة فيها نعم ممكن نعرف الرسوم الخاصة ما بين الخدمة العادية والخدمة هذه طبعا نحن عندنا الرسوم العادية اللي هي مثلا عندك في البداية لمراجعة الطلب 220 درهم فيما بعد هناك بعض الرسوم اللي هي للتدقيق على الشهادات للتأكد من صحتها تختلف طبعا من أطباء إلى مهنيين آخرين مثل التمريض أو المهن الطبية المساندة مهم وبعدين عندك الامتحان البرومتريك اللي هو ميتين وعشرة دولار أمريكي مهم وفيما بعد رسوم إصدار الرخصة إذا كان طبيب أو طبيب أسنان ثلاثة الاف وعشرين درهم إذا كان تمريض أو مهن طبية مساندة الف وعشرين فوق هذه الرسوم مبلغ خدمة كبار الشخصيات خمسة الاف وعشرين درهم هذه يدفعها ويحصل وعنده ثلاثة شهور بضط بضط ومثل ما تفضلت سابقا نحن نعتبر مقارنة بقية الدول ومقارنة بقية الإمارات من أسبوعين إلى أربع أسابيع أمل أن يتم إنجاز معاملتك إجراءات الطلب ومراجعة الطلب تعتبر هذه فترة زمنية قياسية جميل الأستاذة سوزان أحمد استشاري بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحبة دبي كانت تحدثنا عن خدمة كبار الشخصيات للتراخيص المهنية للأفراد نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله نتمنى القبال كبير يكون على هذه الخدمات إن شاء الله وكل الخدمات اللي يتقدمونها إن شاء الله نكون لأن بأمانة يعني عندما نتحدث عن إمارة دبي كأحد أسرع المدن نمواً وازدهاراً نتحدث عن مناخ صحي للاستثمار في دبي مناخ صحي يعني للاستثمار فأبالكم مناخ صحي للاستثمار في القطاع الصحي فأكيد مثل هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تحقيق الإضافة لهذه الإمارة المتميزة دائماً ولدولة الإمارات العربية المتحدة شكراً جزيلاً لتش الله حفظ وأيضاً كل الشكر لمخرجنا اليوم أيمن سرحيل والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف وتحيات فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي وكان معنا في التنسيق اليوم بعد الأستاذ حسني البلاونة فإلى الملتقى إن شاء الله في الغد فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي